ما هي القنابل الزلزالية؟ يعود هذا المصطلح إلى الحرب العالمية الثانية حينما ابتكره مهندس الطيران البريطاني بارنز ووليس وطوره من أجل استخدامه ضد أهداف استراتيجية ومحددة فمن حيث المفهوم تختلف القنبلة الزلزالية عن التقليدية التي تنفجر على السطح فهذه القنابل تعد ذكية بحيث تسقط من علو شاهق لتصل إلى سرعة عالية فتخترق السطح وتصل لعمق ما بين 20 إلى 30 متر وتنفجر هذه الطريقة تزيد حجم الانفجار تحت الأرض وتسبق كوف وموجات صدمات شديدة وبذلك يمكن أن تؤثر القنبلة الزلزالية أو الارتجاجية كما تسمى على أهداف ضخمة وصعبة ولهذا تعتمد هذه القنابل الزلزالية على مواد شديدة الانفجار ومنها قنبلة التولبوي والجراند سلام وهي النسخة المكبرة من تولبوي فبعكس تولبوي صممت جراند سلام بالأصل لاختراق الأهداف والأبنية المحصنة بفاعلية أكبر من أي قنبلة موجودة حينها وتم اختبارها لأول مرة عام 1945 ترجمة نانسي قنقر